أنا دكتور عامر عبد الرازق مدير الإدارة التربوية في الجامعة الأمريكية وأنا كمان أنت كمان جامعة أمريكية؟ لا لا أنت كمان مدير الإدارة التربوية؟ لا 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 أمال أنت إيه؟ أنا عامر عبد الرازق هو اليوم بايب دا وده اتفضل يا مستا اللطف اتفضل خير يا فنم ضروري جدا ننتدف دكتور متخصص نفسي أطفال لتقييم حالة الطالب زامر خير إن شاء الله يا بالزهرة آآ زهرة بالفتحة بالفتحة بس هو مال ويعني زامر الملف دا جابه عامر وأنا عارفة أنك إنت مش هتقرأه وعشان كده أنا حالخص لك الحكاية عامر شاكك إن الطالب سامر بيعاني من حالة اسمها ديسكالكوليا عامر سامر ديسكالكبدة؟ ديسكالكوليا آآ 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 من واخد بالي بس دي إيه إن شاء الله يعني؟ فوبيا يعني؟ فوبيا إيه؟ دي حالة بتحصل في صعوبة تعلم العمليات الحسابية وليها أنواع مختلفة باختصار عايزين نعرض سامر على دكتور عامر؟ سامر عامر أنا عاوز دعني هو عامر اللي عمل التقريب ده أم ولا أنا بقول إيه؟ بقى عامر اختيب لش بقى شخص أمرض بتقول إيه؟ ما بقولش يلا مستر لطفي ابدأ إجراءاتك عشان نعرض الولد على دكتور عضرة بدي بس المرة دي بقى دكتور بحقيقة حقيقة إيه؟ ها؟ سبريس بقى عامر ابن المو عامر بقى سبريس بقى سبريس بس بس واتحولت من واحد جاي المدرسة بالصدفة اللي هو واحد عمل يحلف مشاكل المشاكل ما بتخلصش وملاش آخر واستاذ عامر اسمحلي أطرح عليك بعض الأسئلة طبعاً تفضل يا دكتور هتحل المشاكل ده كلها إزاي؟ تهرف إيه؟ عن النظم التربوية للطفل والمراهك والشاب سمعت عن وقدة وديب؟ إلكترا؟ أمتى تؤتمن العائل على المعالة؟ تعرف إيه؟ عن إدارة سلقيات المربو والعائل؟ سمعت عن ريفيرس سيكورجي عند الأطفال؟ أنا منتظر ردك ما أعرفش حاجة من دي بس ممكن أقولك أنا أعرف إيه؟ أنا أعرف أحط نفسي مكان العائل دي أعرف إن أنا لو مكانهم أعرف أفكر إزاي زي ما هم عيفكروا هم محتاجين إيه؟ أعرف إن الإنسان عشان يعرف يحل أزمة لازم يكون جوة تفاصيلها لأن اللي بيحصل في الحقيقة حاجة يا دكتور واللي بتقوله النظريات العلمية ساعات كتير قوي بيكون حاجة تانية خالص يعني بالبلدي كده يا دكتور؟ بالبلدي؟ بالبلدي آه لما أخذ اللي وقف هو السطوح بيتفرج على الناس مش زي اللي عايش وسطيهم الحقيقة يا أستاذ عامر اللي إنت قلته فيه ميزة ميزة مش موجودة عند كتير من الأكاديميين وأهل العلم إنك تفكر نفسي تفكير الطفل وتحط نفسك مكانه بس للأسف إنت ينقصك العلم حلو إنك تحاول تحل بس الأحلى إنك تعرف إزاي تحل ده اللي بيسموه النهو طيب أنا جاي لك عشان كده يا دكتور شوف يا أستاذ عامر إنت عدك حلم يمنقصه علم وأنا عندي علم محتاج لحلمك إحنا إن شاء الله هم ألتقي كثيراً شكرا دكتور لا أفو عليك أنا حزين أنا أحزن